أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما عنزل إيه ممن ادعى النبوة في حصرنا يعني الحديث واحد اسمه مرزا غلام أحمد اسمه إيه القدياني هذه إيه القدياني القديان دي حتة في بنجاب أو بنجاب حتة في قديان في إقليم قديان وهذا الرجل بقى أنت عارف مين اللي دخل إسلام الهند بقى يعني اللي حارب في الهند اسمه إيه محمود إب سوبيكتكين اسمه إيه هو ده بقى اللي نشر الإسلام في الهند وقاتل وكان سلطان هناك تبع الدولة العباسية وفتح من بلاد الهند والسند قدي لتفتح أيام سيدنا عمر بن الخطاب في كل بلاد المسلمين آه أيها وأي حد مش سني ومش يعني يعني هو حارب كل خليها يعني حاجة سنية بحتة آه فمحدش في عصره كان يستطيع أنه هو إيه يعني يبقى صاحب بدعة أو صاحب أقوال ده المهم بقى بعد هذا الرجل منتقل والاستعمار الإنجليزي استعمر الهند استعمر إيه ولما استعمر الهند وجد مقاومة شديدة جدا من المسلمين فوجد أن الإسلام هو الحجر الصعب أمامه عمل إيه بقى سمع أن فيه واحد في قديان اسمه أحمد ابتدى إيه يدعي النبوه فهو ابتدى الأول يأمر بالمعروف ويانه عن المنكر والناس تتابعوا يعني وكان كويس وبعدين بقى إيه طلعوا أنه حشاش بيشرب مخدرات وبعد ما طلع كده ادعى أنه هو إيه رسول وأنه نبي وأنه يوحى إليه بس الإنجليز سمعوا كده قالوا تعالى يا حبيبي أنت اللي احنا بستنينك وهو من أسرة متوغلة في خيانة الوطن هذا الرجل من أسرة إيه متوغلة إيه ونشأ أوفيا للإستعمار والإستعمار هو اللي صرف عليه علشان إيه وبدأت القديانية في الانتشار وبدأ بقى أنه يقول التعاليم بتاعته وقال لك أن ربنا سبحانه وتعالى يعني أن ربنا زينا زيكم كده بيأكل ويشرب وينكح وكل حاجة بسوا كبير قوي يعني وكمان بيقول أن ربنا بيكلموا بالإنجليزي يعني قال إن رب إنجليزي وأبطل الجهاد والقتال في سبيل الله وقال لهم من ساعة مانا طلعت لا جهادة ولا إيه فطبعا هي دي الحاجات اللي بتعجب الإيه آه وفضلوا ويشترفوا عليه لحد بقى ما نشر الإيه القديانية بتاعته ديه انتشارا وياسعا وهي موجودة دلوقتي لحد دلوقتي في وهو قال إيه قال أنا أحمد اللي المسيح بشر به من بعد اسمه إيه قال لك أنا أحمد النبي اسمه محمد سيدنا قال لا عرفته بقى محمود ابن سبوكتكين وعرفته مرزى غلام أحمد الايه القدياني وقال إنه هو مش نبيه بس قال إنه هو أفضل الأنبياء على الإطلاق قال إنه هو إيه أفضل وربنا نزل عليه كتاب هو بيقول اسمه الكتاب المبين يعني كتاب وطبعا كل العلماء المسلمين اجتمعوا في مكة سنة أربعة وسبعين واتحدوا واتفقوا وأجمعوا على كفر هذه الفرقة القديانية البهائية يعني وقال كمان أفضل حاجة يعني أنا كمان قال إن قديان ديه أطهر الأماكن على وجه الأرض أطهر من الكعبة وأطهر من وأصحابه يحجون إلى إيه قديان وقال إن قديان لا يأتيها الوباء أبدا راح جاي لها الطعوم وهو مات بالطعوم هو مات بالإيه بالطعوم أصحابه أبدا يكذبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر